بعد انتهاء المهلة التي منحها البنك المركزي للمصارف بزيادة رأس مالها والجدولة أصبحت المصارف أمام خيارات عدة بالنسبة لأموال المودعين لديها فبعد توقف المصارف عن منح المودعين أموالهم رأى خبراء أنه ليس هناك أمكانية لإلغاء أي التزام من قبل المصارف لأن الدستور يحمي الودائع ومن هنا على المصارف وضع خارطة حلول وعرضها على المودعين وكذلك مصارحة اللبنانيين بموعد محدد ترد لهم طبعا ودائعهم بأي عملية كانت وفي حال تقع ساء البنك عن حماية أموال المودع لديه بحسب قوانين البنك المركزية تم سحب الرخصة منه أما المصارف التي تكون في وضعية صعبة وغير مستوفات لشروط البنك المركزي فسيكون مصيرها الدمج أو التصفية وفي حال تعثرت المصارف عن دفع الأموال للمودعين فيجب تغضية الخسائر من رأس مال المصرف بحسب الخبراء مصادر حقوقية أوضحت أنه يتعين على المصارف أن ترد لصغار المودعين والمتوسطين لديها ودائعهم بالعملة التي أوضعوا فيها أموالهم وبحسب إحصاءات أخيرة فقد بلغ إجمال ودائع لبنانيين ما يفوق 150 مليار دولار وفي ظل هذه المعطيات تتجه العلاقة بين البنوك العاملة في لبنان وأصحاب الودائع إلى مزيدا من التعقيد خاصة بعد وضع تلك البنوك قيودا على المودعين بتحديد حجم النقد المسحوب خاصة بالدولار شكرا